وقال المزيد ينضم لنا الآن دكتور نهلة عبدالوهاب السشاري المناعة دكتور نهلة بداية صباح الخير على حضرتك لو كلمتنا أكتر عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يخص حماية مواطنيها ومكافحة الجائحة جائحة كورونا والحقيقة أنا فخورة جدا والله في مصر فعلا يعني من أول الجائحة كورونا نعتبر من أوائل الناس اللي أخذ الإجراءات صح اللي اتعمت لها إجراءات صح يعني طبعا من أول حاجة من تنبيه على طوله رشارات موجودة عند حضراتكم في القنوات وبين فواصل الإعلانات ولوح إعلانية ودي تنبه الناس درجة أن الرجل الشرع العادي بدأ بقى عارف حكاية أنه هو يعمل إيه ويتصرف إزاي بس يا ربي يسبع الكلام ليه بعد كده بدأت الحاجات الموجودة الحاجات العلامات اللي موجودة في الأماكن عشان خطر لابه يقف طبور مثلا يدفع كشير أو يدفع كلام دوت موجودة لتوفر اللقاحات اللي اتعملت له مؤخرا توفرها الحمد لله بنظام كويس وأنا الحقيقة متابعة الموضوع اللقاحات أنه حتى الناس لما شكت يعني بدأ أن في ناس مثلا في تزاحب أو في كذا بدأوا يكتروا أماكن اللقاحات لأكتر من مكان فطبعا ده رائع وأنا متابعة من نفسي أنه طبعا أنا كدكتور خدت اللقاح الأكتر الزينكا في الممعدة كترة وفيه عندي قريب من كبار السن بدأوا ياخدوا اللقاحات الحمد لله خدوا الجرعة الأولى فده كويس قوي قوي طبعا حملة 200 مليون صحة من أحسن الحاجات المعمولة فإنها بتتابع المرضى الكورونا من البيت فدي حاجة اللي هم حالاتهم يعني لازم تستطيع دخولوا من المستشفى فإنهم بيسجلوا أرقامهم وبتابعهم من البيت حاجة ممتازة جدا طبعا بالتأكيد طيب دكتورة نهلة لو تكلمنا من ناحية تانية عن يعني وحضرتك متخصصة وطبيبة إيه همية النهاردة التكامل اللي بنشوفه في المنظومة الصحية المصرية بشكل كبير جدا يعني من ناحية فيه مبادرات صحية رئاسية عكفت على إيجاد حلول وعلاج أمراض كتيرة جدا لأطفال والسيدات وليكبار سن من ناحية تانية بنتكلم عن مدينة الدواء المصرية واللي فتحت أبوابها من ناحية أخرى كمان بروتوكولات علاجية وأوراق عمل كمان مصرية بحثية فيما يخص جائحة كورونا أهمية التكامل اللي بنشوفه النهاردة في المنظومة الصحية المصرية هو بصي أقول لأ حضرتك حاجة يعني أنا دايماً مع أن أي حاجة تشتغل زي البوزل كانت بنتمتدي بأول خطوة وبنتمتدي نجمع الحاجات مع بعضين فطبعاً أن أنت تعملي مدينة الدواء دي حاجة على أحسن ما يكون وأنا عايز أقول لحضرتك من قديمة كانت أو يعني دلوقتي طبعاً بتأبديت يعني شركة سيد المصرية دي كانت شركة عريقة جداً جداً في إنتاج الدواء وإحنا كنا لمسين بأيدينا شركة القاهرة وشركة سكندرية كانت بسنتك حاجات ممتازة جداً جداً وأنا عايز أقول لحضرتك سعرها ممتاز جداً جداً فطبعاً إن إحنا نعيد أمجاد الشركات ديت وإنهم يبتدوا إنتاجوا الدواء في مصر ده طبعاً هيخليه متداول طبعاً بالنسبة للمواطن العادي سعره معقول لأن الدواء اللي بيجي من برة بيبقى سعره مضروب فيه يعني ممكن حاجة السعر يقل للتلت نظراً لأنه صنع ده غير إن بقوله حاجة الشركات دي عريقة جداً جداً وكانت لها حاجات ممتازة يعني قبتلناه شركة سيد كانت أنا مش بعمل دعايا لحد وأنا مش تابع حد وما بشتغلش في الكلام ده خالص أنا بشتغل في جامعة القاهرة طبعاً بس بديل جاعوا بالكلام ده بس أنا حقيقي فخورة إن شركات الأدوية البصرية ليها باع كبير قوي كانت بدأت في الفترة الأخيرة إن ما فيه يعني تتطلع الحاجات الجاية من بره أكتر أو الحاجات الانترناشنال أوكي على عيننا ورأسنا وكلهم ناس كويسين وكل حاجة بس برضو لما مصر تنتج أدوية هتبقى حاجة ممتازة وتساعد المواطن العادي وهتقلل من السعر طبعاً بالتأكيد طيب طيب الدكتورة نهلة هتكلم معيكي كمان في نقطة مهمة جداً مع اقتراب الشهر الكريم بعد عدة أيام وحضرتك السشاري مناعي أهم النصائية حالي تحب توجيهيها النهاردة للمشاهدين علشان يعني يقدروا يقوم مناعتهم ويقضوا الشهر الكريم في صحة وبشكل يعني يحميهم من فيروس كورونا طبعاً أنا هتذي كلامي بالشكر لكو طبعاً لأن تزيلوا مجهود غير عادي في أن أنتو توصلوا للمواطن ويقولوا له يعني إجراءات كويسة ورصايح كويسة تاني حاجة إحنا طبعاً اللي أنا بقول لهم أرجوكو شهر رمضان قرب السيدة الوزيرة كانت بارح عيلة مؤتمر صحفي كويس جداً في الإجراءات الاحترازية في الناس أنها تاخد ظلها في رمضان أرجوكو العزيم يا جماعة أرجوكو أتوسل إليكو رمضان مش هو شهر الأكل رمضان شهر تعب التقرب لربنا وما أحسن من الواحد يتقرب لربنا في أنه هو يقض مع ربنا ويعبد ربنا مش شهر أكل مش شهر شرة بالزيادة مش شهر تزحم على كل حاجة العزيم لو يعني تبقى في قضيق الحدود وفي أماكن مفتوحة على قد ما نقدر نلتزم بالتباعد مع بعض على قد ما نقدر نلتزم دايماً إن لو أي حد سعبان أرجوكو أتوسل إيكو ما يخرجش من البيت لو حاسم ودرجة حرارته عالية مفيش داعي يخرج للبيت مفيش داعي يحتاج مفيش داعي أنا عندي برد لازم هاخده على رجلي لا مفيش حاجة اسمها كده دلوقتي أي برد أنت كورونا إلى أن يزبط العكس شرب المية من حاجة ممتازة جداً عايزة كباية مية كل نصف ساعة من الفطار للصحور الثيام روضان بأوي المناعة مش ببوز المناعة إلا إذا أنه صاحب مرض مزمن دكتور بتاعه شخصياً عارف حالته هي شخصية مش مجرد أنه سمع فتوى من بعيد أو أنه سمع الطبيب بيقول من بعيد طبيبه الخاص اللي عارف تحاليله اللي عارف فصاته وقال له يفتر أوكي يفتر أصحاب الأمراض المزمنة اللي مسلح لهم بالصيام يكونوا مزدفين تحاليلهم وبقصاتهم قبل ما يقدموا على الصيام طبعاً ده مهم جداً جداً واجبات نحاول نبدأ على قد ما نقدر عن الحاجات الجهزة سريعة للتحضير نحاول نلجأ نحن نعمل حاجاتنا في البيت على قد ما نقدر نحاول نبدأ عن السكريات عن النشويات طول النهلة شكراً لحضرتك جداً على كم من النصيح دي وبتمنى من قلبي أن كل المشاهدين هيكونوا سمعوا حضرتك ويلتزموا بالنصيح دي في الشهر الكريم شكراً لحضرتك شكرا